السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزاء اليوم نجينا الى موضوع مهم جدا تتكلم عن البالكون من هو البالكون البالكون اللي هذا شاهين صيقر نصر المهم هذا هو البالكون فنجي اليوم حتى نشوف شنسافة البالكون ونشرح الخطعمات توبيك خير وتدلل طالبنا العزيز فنجي هنا لشباب المن يقول هل شاهدت هل شاهدت هذا النصر يغوص في السماء انه أسرع هو أسرع شيء في الطبيعة في العالم في الطبيعة طيب العالم الطبيعي فهنان هذا الموضوع يجينا على شكل فراغي يقول الفراغ هو أسرع شيء في العالم في الطبيعة فهنان راح تكتب التجواب فالكون 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 خلينا نجي شو بشين سالفة الفالكون فالكون كيف توقف ان ماذا توقفuan في المهربات Lif refers to 240 degrees كيف توقف ان ماذا توقفت؟ نعم شباب عاسف نشو زيانا قرأت غلط how long can balcony dive فهنا تشلح تكتب 240 kph اوكي خيب هاي خصصنا اللي حب و خلصنا تششكوا بعد يقول الناس لمدة الالاف من السنين people الناس from desert of arabia ذي بدون البدو فهنا ابن سؤال مهم جدا يجينا الطلاب who are من هم البدو بدون بالدقيقة نعم من هم البدو البدو هم people هم ناس from the desert ناس من الصحراء اوكي كانوا يراقبون البالكون تمسك الطيور من اجل الطعام والبدو عاشوا في الغارب على التمر والحليب والخبز السؤال اللي يجا عن هذا الموضوع البدو كانوا يعيشون على البيت التمر ملك الحليب وبريت الخبز فاذا أن الفراغات الثلاثة تكتب عليهم تكتب بهم ذني بس هنا سؤال يجي واي شن هو الواي واي دو بدون لف اون ديت ملك و بريت ليش كانوا يعيشون على هاي الأشياء الثلاثة؟ بدون مو بدون مدون ليش كانوا البدون يعيشون على هاي الأشياء الثلاثة؟ يعيشون لأنه هنا قاعدتنا من الصعب عليهم اليمساك بالحيوانات لأنه كان سعيشون على هاي الأشياء الثلاثة بداوا يتعلمون امساك النسور وقريبا البدو بدوا يأكلون لحوم لحوم لا لحوم اللحوم التي كان الفالكون يمسكها لهم خرج أفضل الطيور التي كانوا يحبونها هو يصبح على بداوا يمسكها لهم الطيور التي المفضلة للبدو شنه هي؟ هي كالآتي اللي هي اللاج لون لك حبارة زين بعد مرحبا مرحبا المهم يطبخونها ويأكلونها والبدو يتعلمون على كامل هاي قبل قبل ما كان عندهم الشاهين وهذا النسور شون قبل كانوا يصيدون؟ السؤال هو كيف البدو كان يعتادون على الصيد؟ يجواب هنا الجواب هنا على الجمال يقول الآن عملية تربية الصقور هي سبورت رياضة ليس ضرورة وليس ضرورة ومثال الضرورة ومثال الضرورة المهمة هي كلمة العلاقة فيها نجي بسعى المهم المقطع الوراء يأتيون الناس إلى وادي المثنى ظري إلى أودية المثنى وسامرة وذيقار إن إراك في العراق إن إير كونديشن إير كونديشن إير كونديشن في فيلد يعني يجون في سيارات رباعية الدفع مكيفة يستعملون النسور لكن إنه دسادبانتج مظار شين مظار؟ تعالو هنا أكيد راح يجينا سؤال What are the disadvantage of the sport of والكوناري What are the disadvantage of the sport of والكوناري 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 بالف والكوناري ما هي المظار من عملية تربية النسور المظار مالتها يقول too many rare bears might be killed too many rare bears might be killed ما أدهمه كان كي بي أسف too many rare bears might be killed العديد من الطيور النادرة قد تقتل لأن هذا النسم يصير ما يعرف إنه هذا نادر أو ما نادر يريد ياكل زياد زياد If nothing was done about this they will إلى آخره الحكومات has set a protected area of birds الحكومات قامت بعمل محميات للطيور People cannot handle الناس لا يصدرون أصيدو هناك their safe areas منطقة آمنة للطيور are also good habitat إلى آخره وفيها مساكن جيدة للحيوانات الزرزة والنتيجة لذلك wild dive numbers have gone up آآ عداد الحيوانات البرية ارتفعت آآ environment و البي آآ أصبحت رتشر أكثر غنى إذن هنا لهاي القطعة وهي الأسئلة اللي تجعني طلب من الآزة آآ انتبه على هاي الأسئلة رأيك تستجلوها يومكم وإذا عجبك الدرس لا تستشارك بين جماعتك ودوس لايك حتى تسولك فيديوهات أكثر شكرا جزيلا